وعشان كده قلنا هنتكلم في قضايا هنتكلم في حاجات كتيرة جدا أولها مباراة يوم الخميس القادم من مباراة الأهلي والمصر والأهلي عنده مباراة مهمة كابتن خطيب يمباري حتكلم وقال إن رفع الضغطات من على لعيبة الناد الأهلي وشيء مهم جدا إلعاب الكرة اللي عندكم متاع الجمهور وأنا نشدت الجمهور أيضا أنه هو على السوشيال ميديا أنه هو يكون فيه نقد دايما بناء نقد لها ده من أشيء سلبي جدا واللعيبة بيوصلها كل الكلام اللي بتكتب علشان كده قلنا المباراة اللي جاي مباراة زيها زي أي مباراة بثلاث نقط لكن وقتها هو المهم بعد خسارة من بيراميدز وبالتالي بتنافس الزمالي كالبيراميدز على صدارة الدوري فهو ده اللي بيجعل مباراة يوم الخميس مباراة مهمة جدا جدا وناد الأهلي باس عليها للفوز بالثلاث نقاط يمكن كابتل عمر احنا قلنا أن الدوري لسه طويل والدوري لسه صعب بقي فيه 8 جولات أو 9 جولات لبعض الفرق كله بيسعى إلى تحقيق نتائج طيبة كله بيقاتل فيه بيقاتل من أجل البقاء والبيقاتل من أجل المركز والبيقاتل من أجل البطولة كل ده هيصعب المهمة على الفرق الكبيرة الفرق المتنافسة الفرق اللي هدفها اللقب يعني فما فيش أي مباراة يحسم البطولة والبطولة دي مستمرة في الملعب حتى اللحظات الأخيرة من عمرها ودي واحد من أقوى الدوريات اللي موجودة في مصر فيه استنوات الأخيرة ومهم جدا أننا نكون مقتنعين بذلك وإن ذكال أهلي فقد نقاط فأكد المنافسين برضو هيفقدوا نقاط يعني الأمور مستهلة بالنسبة لأي حد واللي جاي أصعب بالنسبة لكل ما فيش مباراة سهلة يعني دايما بأؤكد على معنى مهم جدا في كرة القدم إن ما فيش مباراة سهلة في كرة القدم مع أي فريق أيا كان أيا كان هذا الفريق وفيش مباراة سهلة المباراة لن تكون سهلة إلا بعد أن تحقق الهدف منها وتحقق نقاطك وتحقق فوزك تظل المباراة صعبة مدامة على أرض الملعب لأنك ما تعرفش اللي بيحصل ودي ميزة كرة القدم وجمال كرة القدم وحلوتها ومتاعتها إن هي دايما بتقدم لنا مفاجآت وحاجات غير متوقعة من كان يتوقع أن الأهلي اللي كان متأخر ب12 نقطة يدخل فيه نفسها بهذه القوة من كان يتوقع أن فريق المؤولين العرب يقفز بعد ما كان قبقه سنة أو أدنى من الصراع في القاع إلى المقدمة من كان يتوقع المصري يدخل بقوة للمركز الرابع فكرة القدم دايما بتعترف بالجهد بتعترف بالعطاء بتعترف باللعيبة اللي بيقدوا على أرض الملعب أعتقد أن المواجهات هتكون صعبة مواجهة الأهلي مع المصري مع فريق قوي جدا زي ما شفنا مواجهة الأهلي مع بيرامدز وهتكون مواجهة الزمارك مع بيرامدز ومواجهة الأهلي مع بيرامدز ومواجهة الأهلي مع المصري ثم قبلهم كانت مواجهة الاهلي مع الإسماعيل مواجهات كلها من الإعارة السقيل مع فرق كبيرة فرق تقيلة فرق لها تاريخ فرق عندها شخصية فرق عندها جمهور فرق لها شعبية المصري من الفرق الكبيرة والقوية ودائما مباراة مع الاهلي بتكون أشبهة بالدربي بتكون مباراة ساخنة طول عمر مباراة الاهلي والمصري لا سيما وإن في هذه المباراة معنا مدير فني كبير بيقود الناد المصري كابتن إهاب جلال قدر يعني يغير شخصية الناد المصري وقدر ينتشره من مرحلة الضياع الكروي اللي كان موجود فيها إلى مرحلة الاستقرار الكروي يعني عاد المصري كما كان من قبل مع الكابتن حسام حسن بل وعد أفضل لأن عاد ليه شخصية وعد ليه قوة وعد بيلعب كرة قوية وكرة مميزة أعتقد مباراة هتحتاج جهد كبير جدا من لعابة الناد الاهلي الكابتن محمود الخطيب لاحظ أن لعابة الاهلي قدوا مباراة الأخيرة بضغوط كبيرة جدا وده كان طبيعة جدا بالنسبة لعابة الناد الاهلي لأنهم كانوا خارجين من تجربة صعبة جدا وهي الخروج من دور الأبطال فبالتالي عايزين يردوا جمهورهم بأي شكل عايزين يقدموا كل ما عندهم كان داخلين دايما داخلوا مباراة سندوانز وعليهم حملة قيل داخلوا برضو مباراة بيرامز وعليهم حملة قيل لكن الفرق الكبيرة مهما كانت الأحمال تستطيع أن تتحملها وتستطيع أن تتجوزها ومعما كانت الكبوات يمكن أن يخرج منها وخصوصا فريق بحجم وقيمة وقدر الناد الاهلي زي ما أنت بتقول مية واثنشر سنة الأهلي من ألف سنوات والسابعة المؤكد أن الأهلي قابلته عثرات في حياته تجوزها وتخطها وعادة قوية نشوفنا ده مرارا نشوفنا تجرب كتير جدا للناد الاهلي أعتقد أن الجسد كابتن خطيب شالت ضغط وحمل كبير جدا من على اللعيبة شالت هم كبير جدا من عليهم كلمتك تواضحة مباشرة تخلصوا من الضغوط ادي لعبك انزل لعب لعبك العادي جدا العب بثقة متع نفسك متع جمهورك أعتقد أنها تكون مباراة مهمة جدا وهتكون مباراة لها قدرها في مسيرة الأهلي وأكمال مشواره نحو اللقب إن شاء الله اللي هو مرشح بقوة رغم الخصارة الأخيرة لنيل هذا اللقب المهم الواحد واربعين بعدما حصد أربعين لقب ولم يطلوا أحد في المسابقة يعني لما نتكلم على اللي بيطارده الأهلي أقرب من زمانك 12 لقب بالنادي أهلي نادي عريق جدا ببطولاته بتاريخه بانتصاراته بألقابه يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة التي تعرض لها مؤخرا وإن كانت دولة